موسيقى كانت أمنيتي زيارة بيت الله الحرام ادخرت من معاش زوجي وعائلتي وأبنائي عام 19 و2000 لكن كورونا أوقفت كل شيء وعندما استبشرت خيرا أن الوباء تراجع نزل علينا وباء آخر وهو هذا الارتفاع في تكاليف الحج هكذا تحدثت مواطنة جزائرية لأحد المواقع الإخبارية بعد أن أعلنت أغلب الدول الإسلامية عن أسعار مصاليف الحج للموسم الجاري والتي ردفعت بشكل كبير هذه السنة مقارنة بآخر موسم لحج سنة 18 و2000 قبل تعليقه بسبب جائحة فيروس كورونا ومن بين الدول أعلنت مؤخرا عن تكاليف الحج الجزائر وبمجرد هذا الإعلان ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعلا عن الارتفاع المبالغ فيه في الوقت الذي عبر فيه عدد من المواطنين عن صعوبة أداء هذه الفريضة مع هذه الظروف كانت 40 مليون والعمرة الثانية كانت 10 مليون ومن تسعتاش في حدود شوية المعقول لنا يعاونونا هاكا شوية باها خقلو 85 بالزيف غالية وشكل اللي يقدر اللي روح لحج زكا ما كاش بيعقاع وروح وحويج ودار وذهب وما كانش أسر الجمهورية ما فضلك عاونا بار روحوكا قلبنا رانا كما قلش راني فيستة وخمسين سنة قلب يراوش هيق للعمرة وللحج يا سيدي غي عمرة ما عليهش شوية أمه في حدود الماء 19 مليون 18 مليون بسح بزاف بزاف شكل اللي روح لي هذو كما ما نقدروش برحوليها غالية بزاف غالية بكنا نحطه دور ولا دوره عندنا كاش هكذا منيكشات ولا هكذا مسيسات نبيعهم بزا عذوق ذهبنا هذوك اللي عدنا مسيسات هذوك ما يكفوش وني خمسة وثمانين وني وني قدر واحد ولا مام العمرة ما نقدروش ربما يصير الجمهورية يعاوننا في هذا الأمر تعالى الحجة والعمرة انشاء الله يعاوننا يعاونوني في عمرة ولا في حجة بان شاء الله يعاونوني يعاونوني ما يعيش ينقصون السومة ما عليش إذن بينما كان الجزائريون مختاضون من ارتفاع أسعار تكاليف الحج في بلادهم أرجع المدير العام للدوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني سبب ارتفاع تكلفة الحج هذا الموسم لقرار السلطات السعودية تطبيق رسوم إضافية وذكر سليماني في حديثه مع الإذاعة الجزائرية أن ارتفاع تكلفة الحج يعود لجملة من العوامل منها خروج العالم من أزمة جائحة كورونا ومتبع ذلك من ارتفاع الأسعار عموما وغلاء المعيشة بالإضافة لقيام السلطات السعودية بفرض رسومات جديدة على عديد الخدمات بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 15% لم تكن موجودة من قبل ومنها التأمين الطبي والتأمين على الكوفيد والرسوم جديدة على التأشير وسبعد المدير العام للدوان الوطني للحج والعمرة في الجزائر احتمالات عودة الأسعار للانخفاض في المستقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا اعتبر المدير العام للدوان الوطني للحج والعمرة في الجزائر الأسعار المرتفعة بمثابة النقطة السوداء للحج هذا العام غير أنه طمأن الحجاجة بأن البعثة الجزائرية حجزت أفضل الخدمات هذا الموسم لكن ذلك لم يجعل حالة الاستياء تهدأ بين المواطنين فقرر مجلس الوزراء مؤخرا في الجزائر دعم تفكرة الحج بمائة ألف دينار بعد شكاوى المقبلين على الحج من الارتفاع البهضي للتكلفة هذا العام وورد في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أن مجلس الوزراء تطرق في أشغاله انشغال الحجاج المتعلق بارتفاع تكريف الحج لهذا الموسم بسبب الظروف الاقتصادية ودولية ووافق بذلك على دعم تذكرة سفر الحجاج إلى البقاع المقدسة وذلك بخفض سعرها بمائة ألف دينار إلى هنا تنتهي مشاهدين حلقة اليوم من دفع النات نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة